أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأصلم على خاتم أنبيعي ورسولي وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد من الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأرملة مات عنها زوجها بعد فترة قصيرة من الزواج أن تقطع من رحمة الله فهذه أم خير الأنبياء والمرسلين يعني مات عنها زوجها بعد زواج لم يدم إلا لحخور قليلة وأكرمها الله تعالى بأن تكون أمة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ليتيم أن يتخيل أنه قد فقد الدنيا بموت أبيه أو بموت أمه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب قلق الله إلى الله توفى أبوه وهو لا زال في بطن أمه ثم توفت أمه وهو دون السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم وعاد وحيدا إلى مكة المقرمة من يثرب أو من المدينة إلى مكة المقرمة قد توفت أمه ودفنت في الأواء فعاد إلى مكة في صحبة خادمته ولكم أن تتخيلوا مدى الحزن الذي يمكن أن ينال طفلا في هذه السن عندما فجأة يعني لا يجد له أبا ولا يجد له أما ولكن الله رعاه برعايته وحفظه بحفظه عاد إلى مكة فكفله جلده أبد المطلب وبعد عامين توفي أبد المطلب وهو دون الثامنة من عمره فكفله وعمه أبو طالب وكان أبو طالب صاحب أسر كبيرة فاضطر هذا الصبي الصغير أن يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط على مبلغ زهيدة للغاية ثم صافر مع عمه في رحلة للتجارة إلى بلاد الشام وهو دون الخامس عشر من عمره وعاد ليخرج في رحلة أخرى للسيدة خديجة عليه رضا الله التي فرحت بأمانته وبركته والربح الوفير الذي عاد إليها به والذي لم تتعود عليه من قبله على الإطلاق لا يصح لإنسان أن يحتكر عملا ما فهذا خير القلق يعمل برعاية الغنم ويعمل بالتجارة فإذا كان العمل شريفا ظاهرا نظيفا مهما كان بسيطا لا يجوز لإنسان أن يحتكر ذلك أبدا وأنه لا يجوز للمسلم أن ينزلق إلى معصية الله سبحانه وتعالى مهما كانت الإراءات ومهما كان حجم الفساد المحيط به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش طفولته وشبابه إلى سن الأربعين وسط أقوام يعبدون الأصنام والأؤثان والنجوم والكواكب وغير ذلك ويدافعون عن هذا الشرك بالله دفاع المسلمين ولم يتأثر بهم عاش في عزلة حتى لا يتأثر بهم وعرف في ظل هذا الجو المليء بالمفاسد بالصادق الأمين أنه لا جزء للمسلم أن ينجرف إلى معطن الفساد لمجرد شيوعه فأقول ذلك لشباب الأمة الآن الذين يتأثرون كثيرا يعني بوسائل الإعلام المختلفة وبالإغراءات المحيطة بهم فأنزلقونا إلى معصية رب العالمين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز على أهل مكة جميعا بثباته على الحق وببعده عن الشرك وباستقامته على إيمان فطري أنهمه الله تعالى به وبعزلة عن كل أنواع الباطل لذلك يجب على المسلم أن يتميز على مجتمعه فلا يكون إمعة إذا أحسن للناس أحسن وإن أساء وأساء لأن المسلم يجب أن يكون شامة في وسط المجتمع لا يجوز المسلم أن يكون هملا لا يترك بصمة على مجرات الأحداث من حوله مهما تكثر فيه أهل الباطل والفساد فكثير من الشباب في زماننا يتعللون من المفاسد المحيطة بهم التي يغريهم الشيطان على أن ينزل أخي فيها كذلك ليجد المسلم أن يتخلى عن الدفاع عن دينه مهما وجه في ذلك من تحديات وقوبل بالمظالم والاضطهادات لأن الحق لابد أن ينتصر مهما طال علو الباطل وأهله وطال الزمن فهذه هي سنة الله تعالى في خلقه وعلى كل مسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعلاء على ما حوله من مختلف صور الباطل وامتهان لكرامة الإنسان لا يجد الإنسان عاقل أن يحيى على الأرض وأنعم بخيراتها دون أن يتعرف على خالقه ويشكر نعمه ويعبده ولو بطريقة فضرية كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك على كل إنسان عاقل أن يدرك أن الحياة الدنيا مرحلة لها نهاية ونهايتها بالموت وكل ما له نهاية لا يستحق أن يضحى من أجله بآخرة أبدية يعني ننقطع لها ولا نهاية لها وآخرة يعني ينعم فيها الصالح بجنات النعيم وإكرام رب العالمين ويشقى فيها الشقي في ظلمات النار أعاذ الله وأعاذكم منها على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يدعو إلى دين الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها فالدعوة إلى دين الله في عنق كل مسلم ومسلمة كما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى جهاده الطبيل من أجل توصيل الرسالة السماوية الخاتمة إلى أهل الأرض جميعا وهذه بعض الدروس التي يمكن أن يستعد بها من الاحتفال بذكرى مودده الشريف صلى الله وسلم ومبارك عليه وعاننا على الاقتداء به وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر